أخواني وأحبائي أبناء الشعب اللبناني العظيم أتوجه إليكم بهذا الخطاب في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ بلادنا والأمة العربية التي تعيش ظروفاً مأساوية أفرزتها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية فأنتم يا أبناء الشعب اللبناني العظيم بما تحملونه من مثل وقيم وتاريخ مشرق كنتم منارة العلم والمعرفة والديمقراطية إلى أن تصلطت عليكم فئات لا تريد لكم الخير دعمت من خارج الحدود وزرعت بين أبناء البلد الواحد الفتن وتطاولت على سلطة الدولة وأنشأت دولة داخل الدولة وانتهى بها الأمر أن سيطرت على مفاصلها وأصبح لها الكلمة العليا والقول الفصل في شؤون لبنان واللبنانيين أشير وبكل صراحة ودون مواربة إلى إيران التي ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب يشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية في لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن يدفعه إلى ذلك حق الدفين على الأمة العربية ورغبة جعمحة في تدميرها والسيطرة عليها وللأسف وجدت من أبنائنا من يضع يده في يدها بل ويعلن صراحة ولاءه لها والسعي لخطف لبنان من محيطه العربي والدولي بما يمثله من قيم ومثل أقصد في ذلك حزب الله الذراع الإيراني ليس في لبنان فحسب بل وفي البلدان العربية أيها الشعب اللبناني العظيم خلال العقود الماضية استطاع حزب الله للأسف فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الذي يزعم أنه سلاح مقاومة وهو الموجه إلى صدور إخواننا السوريين واليمنيين فضلا عن اللبنانيين ولست بحاجة إلى سرد هذه التدخلات وكل يوم يظهر لنا حجمها والتي أصبحنا نعاني منها ليس على الصعيد الداخلي اللبناني فحسب ولكن على صعيد علاقاتنا مع أشقائنا العرب وما خلية حزب الله في الكويت عنا ببعيد مما أصبح معه لبنان ومعه أنتم أيها الشعب اللبناني العظيم في عين العاصفة ومحل الإدانات الدولية والعقوبات والعقوبات الاقتصادية بسبب إيران وذراعها حزب الله لقد قرأنا جميعا ما أشار إليه رأس النظام الإيراني من أن إيران تسيطر على مصير دول المنطقة وأنه لا يمكن في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا والخليج العربي القيام بأي خطوة مصيرية دون إيران والذي رددت عليه في حينه وأريد أن أقول لإيران وأتباعها أنهم خاسرون في تدخلاتهم في شؤون الأمة العربية وسوف تنهض أمتنا كما فعلت في السابق وستقطع الأياد التي تمتد إليها بالسوء وكما ردت عليكم في البحرين واليمن فسترد عليكم في كل أجزاء من أجزاء أمتنا الغالية وسيرتد الشر إلى أهله لقد عاهدتكم عندما قبلت بتحمل المسؤولية أن أسعى لوحدة اللبنانيين وإنهاء الإنقسام السياسي واستعادة سيادته وترسيخ مأبد النائب النفس ولقد لقيت في سبيل ذلك أذى كثيراً وترفعت عن الرد تغليباً لمصلحة لبنان والشعب اللبناني وللأسف لم يزد هذا إيران وأتباعها إلا تواغلاً في شؤوننا الداخلية والتجاوز على سلطة الدولة وفرض الأمر الواقع أيها الشعب اللبناني العظيم إن حالة الإحباط التي تسود بلادنا وحالة التشرذم والإنقسامات وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة واستهداف الأمن الإقليمي العربي من لبنان وتكوين عدوات ليس لنا طائل من ورائها أمر لا يمكن إقراره أو الرضى به تحت أي ظرف وإنني واثق بأن ذلك هي رغبة الشعب اللبناني بكل طوائفه ومكوناته إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف حياتي وانطلاقاً مما أؤمن به من مبادئ ورثها من المرحوم الشهيد رفيق الحريري ومن مبادئ ثورة الأرض العظيمة ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف تلك المبادئ فأني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية مع يقيني بأن إرادة اللبنانيين أقوى وعزيمتهم أصلب وسيكونون قادرين برجالهم ونسائهم على التغلب على الوصاية عليهم من الداخل أو الخارج وأعدكم بجولة وجولات مليئة بالتفاؤل والأمل بأن يكون لبنان أقوى مستقلاً حراً لا سلطان عليه إلا لشعبه العظيم يحكمه القانون ويحميه جيش واحد وسلاح واحد أشكر كل من تعاون معي ومنحني الثقة عاش لبنان سيداً حراً مستقلاً وعاش الشعب اللبناني العظيم ترجمة نانسي قنقر